في خضم ما يشهده العالم من توترات دول عدة توجه بوصلتها باتجاه إعادة التسلح النووي فلأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة من المنتظر أن يزيد عدد الأسلحة النووية في العالم خلال العقد المقبل وفق تقرير لمعهد ستوك هولم الدولي لبحث السلام كان لدينا منذ نهاية الحرب الباردة اتجاه عام بضراجع وتباطئ ترسالات الحربية الآن فجأة نرى العكس حيث توجد دول عدة ليس فقط دولا مثل روسيا بل كالصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وبريطانيا تسلك مصارا مختلفا وتزيد حجم مخزوناتها النووية بشكل كبير وتفكر في استراتيجيتها النووية الخاصة هذا المصار مع ارتفاع الانفاق العسكري بشكل كبير يؤكد أن خطراء التصعيد النووي لا يزال مرتفعا جدا الباحثون القائمون على التقرير رجحوا نهاية قريبة لعصر نزع الأسلحة فيما يزداد خطر حدوث تصعيد النووي ورغم دخول معاهدة الأمم المتحدة لحضر الأسلحة النووية حيث التنفيذ أوائل العام الماضي وتمديد معاهدة سيستارت الجديدة الأمريكية الروسية لمدة خمس سنوات فإن الوضع يتدهور وفقا لبعهد ستوكهولم وأشار تقرير المعهد إلى أن الانخفاض في عدد الإجمالي للأسلحة يرجع إلى قيام الولايات المتحدة وروسيا بتفكيك الرؤوس الحربية التي باتت خارج الخدمة في حين أن عدد الأسلحة العاملة لا يزال مستقرا نسبيا وتمثل موسكو وواشنطن وحدهما 90% من الترسنة النووية في العالم من ناحية الأرقام الإجمالية فيما تأتي الصين في المرتبة الثالثة تليها فرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وخلال العام الجاري أصدرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وجميعها مسلحة نوويا بيانا مفاده بأنه لا يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم خوضها أبدا غير أن التقرير السويدي أكد أن الدول الخمس تواصل تحديث ترسانتها النووية وجعلها أساسية في استراتيجيتها العسكرية موسيقى